بالصدفة وأنا أتصفح الإنترنت وجدت موقع رهيب جدا يعرض أشكال لم أرها من قبل لكاميرات المراقبة المخفية أو كاميرات التجسس كما يطلق عليها موديلات جديدة الأمر أصبح خارج السيطرة ممكن لأي جهاز موجود في أي مكان أن يكون عبارة عن كاميرا مراقبة مخفية ممكن أن تكون الآن تتجسس عليك وتسجلك دون أن تعلم وكلها بالواي فاي بدون أسلاك بدون أي شيء كاميرا مراقبة خطيرة بالنسبة للناس التي تحتاج كاميرات المراقبة في الخارج من أجل مثلا جار يعتدي عليك أو ما إلى ذلك من الحالات انظروا أين توجد الكاميرا هنا من الصعب أن يتوقع أحد أن هذه كاميرا صعب جدا أن يتوقع أحد أن هذه العلبة البلاستيكية التي تكون موجودة وهنا عليها علامة الكهرباء من الصعب أن يتوقع أحد أن هنا توجد كاميرا مخفية تسجل كل شيء صوت وصورة وتشاهدها من هاتفك في أي مكان في العالم أيضا كما تلاحظون هنا هذه الكاميرا عبارة عن علبة المنادي الورقية كما تلاحظون من الصعب أن يتوقعها الإنسان انظروا هنا حيث توجد الكاميرا شيء خطير بصراحة هنا أيضا هذا الموضي الجديد لم أره من قبل وهو عبارة عن كاميرا مراقبة بالواي فاي كاميرا تجسس بدون أسلاك وهي عبارة عن منعش للجوء المرتب للجو Air Freshener Wi-Fi Camera كما تلاحظون هنا يمكن متابعتها ومشاهدتها عن طريق الهاتف من أي مكان في العالم هنا أيضا توجد كاميرا مراقبة على شكل يعني مكبر صوت صغير بلوتوت وهو يشتغل مكبر صوت وفي نفس الوقت هو عبارة عن كاميرا مخفية كما تلاحظون هنا توجد الكاميرا انظروا معي مثلا هنا هذه الكاميرا عبارة على صورة هذا الموضيل معروف أن الكاميرا تكون في الإطار لكن الخطير هنا في هذه الكاميرا هنا كما تلاحظون موجودة في الدهر الكاميرا الخطير في هذا الموضيل أن الكاميرا موجودة داخل الصورة هنا كما تلاحظون في هذه المنطقة هنا توجد الكاميرا صعب أي شخص يتوقع أن الكاميرا سوف تكون في ذلك المكان هناك بعض كاميرات المراقبة المخفية التي تكون الكاميرا في الإطارات وتكون سهلة الملاحظة هنا هذا الموضي الخطير وهو عبارة عن كوب قهوة يعني وفي نفس الوقت هو عبارة عن كاميرا كما تلاحظون انظروا معي هنا هنا توجد الكاميرا لا أحد سوف يشك أن الكأس الذي بيدك كأس القهوة ويمكنك أن تقوم بملئه بالقهوة وهو في نفس الوقت عبارة عن كاميرا مخفية تسجل الحوار الذي يدور بينك وبين أي شخص معين هنا أيضا على شكل مصباح وأيضا على شكل ساعة يعني موضيلات كثيرة في هذا الموقع الخطير أيضا هنا على شكل شاحن كهربائي وأيضا هذا الموقع متخصص في كاميرات التجسس المخفية التي يتم ارتداؤها مثلا النظارات الساعات سمارت ووتش والكثير من الأشياء قلم هنا أيضا مجموعة من أجهزة التنصت كما تلاحظون أي شيء ممكن أن يكون عبارة عن كاميرا أو جهاز تنصت أيضا توجد به أجهزة تعقب تعقب المركبات وتعقب الناس كل ما أتمنى بصراحة هو أن يتم استخدام كاميرات المراقبة المخفية من أجل رصد وتسجيل حالات الصرقة حالات الاعتداء ولا يتم استخدامها من أجل التجسس على الناس وتصويرهم عرات ولأغراض فضح الناس وابتزازهم كل هذه الأشياء هي حرام دينيا وأيضا يعاقب عليها القانون لهذا يتم استخدام كاميرات المراقبة المخفية فأولا في ممتلكاتك وليس في ممتلكات الغير وتانيا لا يجب أن يتم وضعها في الحمامات في الأماكن التي يتم فيها صغير الملابس هذا الشيء كما قلنا يعاقب عليه القانون لهذا احضروا يا إخوان فالأمر كما قلت سابقا أصبح خارج السيطرة أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو لا تنسونا باللايك وبالاشتراك في القناة وهذا الفيديو ليس هو إشار للموقع لأني أصلا لم أذكر اسم الموقع ولن أضع أي رابط له أنا فقط وجدته بالصدفة وأردت أن أشارك معكم هذه الموضيلات الجديدة إذن يا إخوان كان هذا كل شيء إلى اللقاء في فيديوهات أخرى